السلام عليكم أحداث قصة الليلة جرت في سوريا في منتصف العام 2020 جل نار امرأة عمرها 35 سنة امرأة جميلة جدا جميلة فوق الوصف مؤدبة محترمة متزوجة من أبو فوزي وعندهم فوزي وثلاث بنات أصغر من فوزي أو عايشين حياتهم من أحسن ما يكون أبو فوزي رجال في منتصف الأربعينيات 45-46 سنة الرجال أبو فوزي رجال طيب وبسيط ومن عائلة بسيطة ورجال محترم أبو فوزي يشتغل عنده محل تصليح أدوات كهربائية وإلكترونيات غسالات وبرادات وماكرويف مراوح يعني الأدوات مسجلات تلفزيونات قديمة ورجال يطلع على هالمحل من الصبح ما يرجع للمغرب وبعض الأحيان أبو فوزي تاخد له أفطار على المحل تسوي بعض المأكولات بالبيت وتروح تكون لها نازلة على هالسوق يعني وتاخد معها الفطور تكون قلت له قبل بيوم أنه بكرة لا تشترون فطور أو لا تسوون أكل أنا أجيب لكم الأفطار معاي يقولها أوكي أو عايشين حياتهم من أحسن ما يكون متفاهم هو إياها ودائرة بالها على هالولد وعلى هالبنات أو أبو فوزي يشغل معاه ابنه فوزي فوزي عمره 14-15 سنة يجي يشتغل معاه في هالمحل يساعده يعلموا يعني المصلحة هذه اللي أبو فوزي متعلمها من والده ويشتغلون في هالمحل وأمورهم عال العال وتروح الأيام وتيجي الأيام والأمور فل أم فوزي عندها جاراتها أم محمد وأم حسن وأم علي يجتمعا كل يوم يشربون القهوة عند وحده منهن يوم عندهم فوزي يوم عندهم حسن يوم عندهم محمد يوم عندهم علي يوم عندهم خالد أو يتجاذبن أطراف الحديث وتخبرون أنت سوال فالنسوان وحده من الجارات اللي هي أم محمد أم محمد هذي عندهم مشاكل بينها وبين زوجها مشاكل بسيطة بالبداية وبدأت تطور هاي الخلافات يوم عن يوم يوم ضاربها أبو محمد يوم بهدلها يوم مدري شو مسوي لها أو طبعا أم محمد لما تقعد هي وهات جارات تشتكي لهن وتقولها عن الوضع اللي صاير وحده تقولها طولي بالك وأصبري وعندكم ولاد وعندكم كذا وحاولي أنش ما تزعجينه وحاولي أنش تبعدين عن الشيء اللي يزعله تقول يا جماعة والله هذي لمس فيه واني قدرانا أتفاهم أنويا أنا أقول له شرق هو يقول لي غرب ما يطيعني ابنه ولا يرد علي ولا يبراسه يسوي تقولها أنفوزي يا بنت الحلال هو رجال وكذا وأكيد هو يعرف مصلحة البيت ويعرف مصلحتي طولي بالش عليه وتعاليله يعني بأسلوب حسن إلا أنه خلافات أم محمد وأبو محمد كل ما حالها تتطور إلى أنه بيوم من الأيام أبو محمد طلق أم محمد وزدتها بالشارع وفك منها الأولاد عندهم ثلاث أربعة أولاد قام طردها من البيت وأم محمد تبتي وتصيح ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا أنفوزي على علم بالمشاكل اللي حاصلة كل لياتها بين أبو محمد وأم محمد أم محمد راحت لها فترة ورجعت تتردد على أنفوزي على جاراتها أم فوزي وخالد وأم علي وأم حسن كل فترة والثانية تتردد عليهم من باب المودة يعني ومن باب ثاني إنها تحاول تشوف أولادها لما يكون زوجها برا مو موجود بالبيت منه تيجي تشوف الأولاد ومنه تشوف جاراتها وتتطمن عليهم وهي شماشي الأمور في أحد الزيارات وتيجي لعند أم فوزي أم محمد وقالت له يا أم فوزي شوفي أنا اللي صار علي ترى والله مو سهل يعني شوفي هالرجال بعد هالعشرة وبعد هالولاد طلقني وزاتني بالشارع والأولاد طبعا كلياتهم ولاد أبو محمد فوق السن اللي ممكن الأم أنها تحصل على حضانة الأطفال قالها حرمني من الولاد وحرمني من كل شي واشتكت عليها طبعا يعني في المحكمة وعلى مهر وعلى مؤخر وعلى ما معرف إيش وتعرفون صيرة المحاكم طويلة وعلى عندي وما عندي قالت لها طيب يعني أنا أدري بهالسوار في هذي كليات يا أم محمد قالت لها والله أنا ودي أنصحك نصيحة لوجه الله وانت حرة خير يا أم محمد تفضلي قالت لها يا أم فوزي أنت والله منعم عليكم عندكم هالبيت وأبو فوزي يشتغل بهالمحل وأموركم كويسة بس يا أم محمد ما تعرفين غدرات الزمان شلون يا أم محمد قالت لها والله شوفت عينت أنا بعد هالخلفة وبعد هالولاد وبعد هالعشرة هانت على الرجال وطلقني وصفيت بالشارع وأهل أم محمد برات البلد كلياتهم ما في حدا منهم ما استأجرت لها تالي غرفة بأحد هالحارات الشعبية ويا الله مدبر حالها قالت لها طيب شو المطلوب يعني مني قالت لها المطلوب أنه خلي زوجك أبو فوزي يسجلت يعني أقل له البيت نص البيت يسجل لك يعني قسم من المحل بإسمك مشان غدرات الزمان ما تعرفين جوز هزلم بيوم من الأيام شنو يصير شنو يجري ما تعرفين أنت لا يا أم محمد أنا أبو فوزي والله يحبني وأحبه متفاهمين قالت لها يا عمي ما تعرفين أم فوزي ما أخذت واطغة بهالكلام وقالت لها إن شاء الله وتروح الأيام وتجي الأيام وكل ما تروح أم محمد وتجي لعند هالجارات تفتحها سير الأم فوزي ولا تجاراتها الثانيات كمان أم فوزي يوم عن يوم بدأت يعني بدأ الشيطان يلعب برأسها ها والله بكرة يجوز أبو محمد يتجوز علي ها والله بكرة يمكن واحد تلف عليه تخطفه مني ها والله بكرة يجوز يطلقني صار الوسواس يأخذه يمين ويسار شلون ما شلون قامت بيوم من الأيام عندما جه أبو فوزي من هالمحل من شغله وقعدها وتعش وقعدين يشربون هالشاي قالت له يا أبو فوزي أنا والله يعني ودي أطلب منك طلب بس يعني ممكن أنه يكون غريبة شوي بس ما تستغرب وخذني على قضع أقلي قالها خير يا أم فوزي يطلبي طبعا العلاقة يا أم فوزي أنا والله أنا والله طالب منك أنك تسجلي يا هالبيت يا هالمحل باسمي أبو فوزي فتح ذانه وعيونه وإثمه خير يا أم فوزي ليش ليش بدأ أسجليك المحل أو البيت يعني قالت له يا أم فوزي لا تفهمني غلط أنا والله مشان غضرات الزمان وما تعرف الدنيا شنو مخبيت لنا يا بنت الحلال وأحدي الله أذكري الله شنو أمورنا عايشين وأمورنا عال العال ومستورين الحمد لله أمو شنو صاير عليك يا أم فوزي ليش لا حتى أسجليك أنا نص بيت ولا نص محل ولا قالت له والله يا أبو فوزي يعني مشان أضمن حقي ما تعرف بعد عمر طويل يش رؤية تسول فيني يا أم فوزي قالت له والله يا أبو محمد يا أم فوزي يعني هذا اللي هذا طلبي قالها يا بنت الحلال أخذ الشيطان وما حدي يا الله شو ديش من هالسوالف هذه أتركوش من هالسوالف هذه لعد تفتعي لي هالسيرة ثاني مرة أسكتت عن فوزي وقالت لك خلص يعني لا حالة ولا قوة يعني لأنه أبو فوزي استهجن هذا الطلب واستغربه ورفضه بشكل قاطع يعني قالها أنه ديشوفي عندنا فوزي وعندنا شلبنات وانت قاعد في هالبيت لا حدا طردت منه لا حدا يعني ليش هالطلب المهم بعد أسبوع زمان تيجي أمه محمد على هالتجارات تفقد هالتجارات أوجدت لها أوجدت لها عند أم فوزي ها يا أم فوزي الأخبار والعلوم قالت لها والله طلبت من أبو فوزي وأبو فوزي صراحة زعل وصار فيه شوية خلافات بيني وبينه يعني استغرب مني هالطلب وكأنه ليش لحتى أسجلك نص البيت وأسجلك نص المحل وكذا وبدأ يتحسس من أي تشلمة أقولها قالت لها يا أم فوزي معلش وديش تطولين بالك وهو ما راح يسجلك يا من أول مرة وديش تنقين عليه مرة واثنين وثلاث وإذا ما رضي يسجلك الحل عندي بس أنت حاولي المهم أم فوزي أول مرة تحاول وثاني مرة تحاول وثالث مرة صار أبو فوزي ما يسمع بهذا السيرة يبهد الأنفوزي أنت يعني شنو صار العقل أنت من هبلة أنت مجنونة أنت يا بنت العلال يا بنت الناس وآخرتها جت أم محمد باحد زيارات وقالت لها والله يا أم محمد ما هو زابط معي هالأمر بنوب وأنا الفار صار يلعب بعبي يعني ليش ما يفعل يسجلي يعني أنا زوجت وكذا ليش ما يفعل يسجلي كمان أم فوزي هنا صار الشيطان يلعب ويوسوس بزيادة قالت لها محمد ما عليس الحل عندي شنو الحل؟ قالت لها الحل في شيخ معروف في الحي الفلاني ينقلوا أبو علي أيوة شنو يسوي هذا الشيخ؟ قالت لها هذا الشيخ يسوي للتعجاب ويسوي للتشغلات تخلين أبو فوزي تقولي له الشرق غرب يقوليش تمام قالت لها ايدي بزنارة مشان الله يخضيني عليه لأنه أنا صراحة معدني مطمنا الأبو فوزي والله صرت أخاف أنا خاف يصير علي اللي صار عليك لأنه المشاكل صارت تزود ويقوم أن يروحن على أبو علي الساحر المشعوذ أبو علي هذا صار له أربع خمس سنين ممتهم شغلة السحر والشعوذة وجلب العاشق وجلب الحبيب وهالقصص هذه وأول ما بدأ بالمصلحة عن طريق أحد الأشخاص تعرف عليه وقال له أنت يعني بما أنه وكان يشتغل عامل عادي يعني ما بيده لا مصلحة ولا صنع ولكن عنده لسان لسان حلو وعنده خبر بتشذب والنصب والإحتيال وهالقصص هذه فقال له هذا الشخص ليش أنت يعني معذب حالك يوم تشتغل ويوم ما تشتغل روح استعجر لك بيت يعني من هالبيوت القديمة وساوي ساحر يا أخي وهي الشغلة فيه مصاري تضحك على هالنسوان وتضحك على هالرجال وتضحك على هالناس يا أمي ورأس مالها شوية بخور وشوية شغلات شوية أعظام شوية جماجم وتزبط أمورك وفعلاً يروح أبو علي يدور له على غرفة قديمة ويستعجرها ويبدأ يجمع عدة الشعوذة والسحر هذه جاب له منقل وجاب شوية حطب ومحطب وشغلات وسوى رماد بهذا المنقل وصار يجيب جماجم شي جمجمت بقرة شي جمجمت تجلب شي فك تجلب شي أعظام حمير شي أجلكم الله ذيل كلب ذيل إحمار شعر كلب ومن هالشغلات هذه وشي يعلقها بهالحيطان ويصيرها حركات وراح اشترى بعض الكتب اللي فيها تعليم للسحر والشعوذة وبدأ يبحث على الانترنت عن حركات السحرة وحركات المشعوذين وشن يقولون وشن يسوون وبدأ أبو علي يعمل في هاي المصلحة أبو علي شغلته جلب العاشق وجلب الحبيب وتفريق النسوان عن الرجال وهالخزعبلات هذه يعني أتشذب كله والشعوذة ويوم عن يوم عن شهر أبو علي وصار له تقريبا أربع خمس سنوات يشتغل بهالمصلحة وتقوم أمه محمد تجيب أم فوزي لعند أبو علي لأمه نفاتل على هالغرفة وأنه أبو علي مغمض حاطها العمامة على راسه ويسوي حركات ويا ساتر دستور مدري إيش يسوي الحركات هذه أول ما فاتن ويحط من هالبخور وهالدخان شغال وهالجماجم معلقة بالحيطان والأعظام ويا لطيف خير يا أختي شوفي قالت له يا شيخي داخل على الله وعليك عندي جوزي معذبني ما يرد علي يبهدلني يضربني طلبت منه يسجلي نص البيت يسجلي نص المحل ما هو راضي وصار عصبي وصار صعب ومعد أنا متواتي أناوية وودي يعني أنك تخليها الرجال مثل الخاتم بصبعي قالها شغلة بسيطة شو اسم جوزي قالت له فلان ابن فلان شو اسم أمه اسم أمه فلانة قالها وليهم شغلة بسيطة راح أسوي لشخلطة وراح أشاور الربع وأشوف شون الوضع وفعلا قام يسوي الحركات هذه والدخان والبخور ومدري شو وهذه انفوزي تتفرج أول مرة تشوف هالجو هذا يعني وهالعركات قام سوى لها خلطة شي ملح شي بخور شي شغلات شي حط لها تراب شي شغلات يعني شغلة الشعب هذا هذه وقالها يا أم فوزي هذه الخلطة بس يجي أبو فوزي من شغله تشغلين هالبخور هذا وتبخرين البيت وتفتلين حوالي أبو فوزي سبع مرات أيوة وقالها تعيدين هالشغلة هذه أسبوع سبع تيام اليوم الثامن والتاسع والعاشر لازم أبو فوزي يتغير تقول له يمين يقول لك يمين قالت له تمام اعطته مبلغة من المال وشالت خلطة أم فوزي وراحت على البيت جه أبو فوزي المغرب من الشغل وهلا أم فوزي مشغلها الفحمة وشغل حطت عليها هالبخور والريحة البخور يعني مهي حلوة مهي زينة وقعدت تلف حوالي أبو فوزي وش مرة شنو صاير عليها شنو هذا نمشغلته قال هذا مشان العين والله كهيئتنا حدا صيبنا بالعين حدا حاسدنا حدا كذا هي قاعدنا أبخر هالبيت وأتبخر أنا وياك وكذا يا مرة واحدة يا الله يا ابنت الحلال أنت مرة مؤمنة مصلي صايمة شنو الحركات هاي تسويني يا ابنت الحلال قالت له مع ليش يعني بخور عادي هذا ما في شي ما نمساوي شي أنا وفتلت حوالي أبو فوزي سبع مرات أبو فوزي طار عقلو من الريحة هذه أو أول يوم وثاني يوم ورابع يوم واليوم السابع أبو فوزي ما تغير عليه شي أوضاعه مثل ما هي مستني اليوم الثامن وجه اليوم التاسع وجه اليوم العاشر أبو فوزي ما صار عليه شي بالعكس صار تزود المشاكل صار الميجة المغرب وتسايع البخور حواليه صار يبهدلها واستنت له يوم ويومين وثلاث أبو فوزي ما تغير عليه شي وتقوم ترجع لعند أبو علي يا أبو علي أبو فوزي كل ما حاله قاعد يزود علي بالعكس يعني ما استفديت شي من هالخلطة اللي سويت لي ياها قالها وليهم متشغلة بسيطة هذا الهيئة برجه كان قريب من الشمس وما زبطت الخلطة هذه ودنا نسوي له خلطة جديدة والخلطة هذه تكلف شوية أم فوزي شنو تكلف قالها والله تكلف شوية مصاري إذا أنا ودي أجيب البضاعة وإذا أنت يجيبين البضاعة ما تكلف شثير شنو المطلوب قالوا لها ودي سن تشلب وودي شعر تشلب أجيب لي ياها والتشلب هذا ودي يكون صير له سبع تيام ميت ثمان تيام ما يمشى الحال وست تيام ما يمشى الحال قال حرما تقول لك يعني قال طيب شنو أنا أبدأ أعرف أنه صاره ست تيام أو سبع تيام قالها والله ما بعرف أنت إذا بدت جوزك يصير مثل الخاتم بص بعج لأ وهاي الخلطة تخليه يصير مثل تشلب توتو 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 حول أرقو الله بالله قالت له طيب أنا ما عارف أجيب سن تشلب من أين أجيب أنا هذي قالها خلاص ما تقدرين تجيبين أنت أنا في عندي أشخاص يجيبون لي هاي البضاعة بس ودها تكلفت شوي قالت له يا سيدي مو مشكلة قالها غيبي أني يومين وتعالي أكون جهزت اللي تشياها وفعل أن راحت عن فوزي رجعت على هالبيت وحاولت أنها مات يعني بعد تسوي مشاكل مع أبو فوزي منتظر الخلطة الثانية بعد يومين ترجع لعند أبو علي هاي أبو علي قالها الخلطة جاهزة هذا سن تشلب وشعر تشلب وحاط عليه بعض أنواع البخور وشاين موصيه هو على قطعة من أثياب اللي يلبسها أبو فوزي جابت معها هاي القطعة وحط قطعة أثياب هذه مع سن تشلب وشعر تشلب وسواهن بحجاب وقال له يا أم فوزي هذا تلبسينه مثل الطوق برقبت وما ترمينه أبدا ولما يجي أبو فوزي من شغله كمان تفتلين حوالي سبع فتلات وحاولي أنه أبو فوزي ما يشوف هذا الحجاب قالت له ماشي قالها أسبوع عشر إيام إن ما صار معات شي تجين لعندي قالت له تمام راحت أم فوزي على هالبيت جاء أبو فوزي من الشغل من جاء أبو فوزي أم فوزي تفتل حواليه أم فوزي يقول يا مرة شنو صاير عليش أنتي مهبولة مجنونة شنو صاير عليش لماذا تفتلين حواليه قالوا ها ما في شي والله هيك ما في شي ما في شي على في شي ما في شي أبو فوزي يقول لا حوال ولا قوة إلا بالله الله يثبت علينا العقل والدين ويمر أول يوم وثاني يوم ومر أسبوع ومرن عشر تيام أبو فوزي صار يعني يعني إحدى المرات مسكها وضربها قالها أنتي يعني شنو ع تسويني الحركات هذه أكيد صار العقلة شي أم فوزي تقول له لا ولا موزار العقلة شي بس ولا قاعدة تمشي يعني يقول هت تمشيين تفتلين حوالي ليش يعني تسوينيه المهم ما لكم بالطويلة مرن عشر تيام وأبو فوزي على حاله ولأ وكل ما حالها المشاكل تزيد بسبب الحركات اللي تسويها من فوزي قامت رجعت لعند أبو علي يا أبو علي هاي الخلطة الثانية كمان ما مش حالها وعلى أساس أنه صير توتو صير كلب أشوفه ما صار كلب كل ما حاله قاعد يستأسد لا حول الله ولا قوة إلا بالله قالها الهيئة أنه هذا برجو صاير مقابل القمر وقاعد يصير في حجب بين الشمس وبين القمر وبين الأرض ودنا نسوي له خلطة أقوى شنو الخلطة هذي قالوا لها هذي الخلطة وده يصير مثل الحمار أجلكم والله يصير مثل الحمار هش هش إيدي بزنارك يا أبو علي والأيام قاعدة تمر قالها بس كمان هاي الخلطة والله يتكلف أكثر يا أم أنفوزي قالت لي أخي شو ودك أدفع لك بس خليها الرجال يصير يطيعني قالها هاي الخلطة ودك سن أحمار ودك شعر أحمار ودك ذي الأحمار وهذا الأحمار لازم يكون صاير له ثلاث يام ميت وإذا أنت تجيبين الخلطة كمان ما تدفعين شي شي بسيط يعني يا أبن الحلال أنا مهم لين ودي أجيب السؤالة بهذه ثلاث يام قالها ما تقدرين تجيبين أنت أنا أنا أم منهم بس وديش تدفعين يعني أشخاص أنا اللي أكلفهم بهاي المهمة مهمة صعبة ودهم يفتلون ودهم يدورون ودهم قالت له رحة ولا قوة إلا بالله مو مشكلة أمر إلى الله قالها غيبي يومين بتاعلي وفعلا نتغيبي لها يومين وترد تعاود لعند أبو علي قالها هذه الخلطة هذا سن حمار وشعر حمار وقطع من دير الحمار وهذا كمان تلبسينها مثل الطوق والطوق هذاك اللي أعطيت تشاكو بي لأنه ما عاد ينفع ومثل ما تنتي تسوين بالخلطة الأولية هذي يش تسوين بهذي وفعلا راحة أم فوزي قالها كمان عشرة أيام إن ما زبط ما مش الحال ترجعين لعندي راحة أم فوزي وتسوي الحركات وأبو فوزي يبهد لها وصار يضربها وصارت تزود المشاكل الحياة مع التنطاق بالبيت الرجال يقول يا عمي الحرمة هاي مهبولة الحرمة مجنونة يا عمي شنو صار عليها هالمرة أم محمد لما تيجي كمان تسألها تقولها والله قاعد أروح لعند أبو علي وسوينا الخلطة الفلانية وما زبطت وسوينا الخلطة الفلانية وما زبطت مرة عشر تيام وأبو فوزي ما صار أحمر وترجع عن فوزي لعند أبو علي يا أبو علي هالخلطات هاي تسوي ليها ما تسوي لي شي وأنت بس عم تأخذ مني مصاري أنا ما نستفيد شي بالعكس جوازي صار يكرهني صار يبهدلني صار وتروح الأيام وتجي الأيام وأم فوزي حوالي سبع ثمانة شهر وهي تروح وتجي على أبو علي وتدفع من هالمصاري كان عندها أسوارتين باعت واحدة من هالأساور وتصرف على أبو علي يوم يسوي لها بخور يوم يسوي لها ملح يوم يسوي لها سن شلب يوم سن حمار يوم سن بقرة وهي الحد ما مر عليهم ثمانة شهر وأبو فوزي مهم تغير الرجال إلى أن في يوم الأيام راحت عليه وقال لها يا أبو علي الساحر يقول لها أم فوزي هذا برج قوي وهذا السحر كله ياته ما يمشح حل معاه ما في غير حل واحد قالت له أم فوزي شنو الحل يدي بزي نارك مشان الله خلصني أنا ترى ما عاد أطيقها الرجال وإذا لم أعطيقني والمشاكل كل ما حالها تكبر بكرا يزيتني بالشارع بكرا يسوي كذا قالها ما في غير حل وحيد الحل أنا أعطيش كيس وهذا الكيس فيه مواد ممنوعة تروحين تحطين هذا الكيس بالمحل عنده ونبلغ عنه وهذه الشاعة هو يروح بستين داهية وإنت يصير لتش البيت والمحل مو بس نصر البيت قالت له طيب ماشي قالها بس هذا الأمر وده كمان يكلف جوي قالت له ما في مشكلة بس المهم خلصني مشان الله يقوم هذا أبو علي له معارف من خلال عمله هذا بالسحر والشعوذة متعرف على أحد الأشخاص اللي يشتغلون بالمواد الممنوعة والمخدرة اتصل عليه وطلب منه كمية قالوا في عندي وحدة ودها تخلص من زوج هو نحط لها كمية بالمحل وكذا ممكن تأمل لياها وبأجارك قام هذا الشخص أمن كمية من الحشيش والمواد المخدرة واتصل أبو علي على انفوزي قالها يا انفوزي تعالي قال البضاعة جاهزة راحت انفوزي اللي عند أبو علي قالها هاي البضاعة تروحين وتحطينها بالمحل عند جوزة وبس تحطينها وتطلعين من المحل تخبريني والباقي علي وانتي ما لك يعني أي علاقة بهالشي خاف تلحقني مسؤولية خاف قال انتي ما لك علاقة وتقوم انفوزي تجيب هالبضاعة هذي هالمواد تحطها في حقيبتها النسائية وجت على هالبيت وسهروا هذا كل يوم وقعدوا انها تستلطف ابو فوزي وقبل ما ينام ابو فوزي قالت له بكرة انا مسويت لكم افطار لا تشترون فطور من السوق او حمص او كذا انا بكرة مسويت لكم مناقيش زعتار وجبنة وكذا انا اجيب لكم ياها المحل قالها ماشي واصبح الصبح وراح ابو فوزي على المحل والساعة تسعة عشرة انفوزي تسوي هالمنقيش منقيش بجبنة ومنقيش بزعتر ومنقيش بلحمة اللي هي لحم بعجين وتروح على المحل وتعطيهم هالافطار وانبسط ابو فوزي بهالافطار وهو ابنه فوزي وقعدوا يفطرون ابو فوزي في عنده في المحل غرفة فوق بالطابق الثاني في درج صغير يطلع على غرفة فوق الغرفة هذه فيها سرير وفيها سجادة وفيها غاز وشغلات يعني بعض مرات يسوي فيها اكل يرتاح بالمحل لما يكون تعبان شوي حطت لهم الأكل وصاروا يأكلون وهي قالت بدي أطلع فوق شوي ارتاح شوي طلعت ابو فوزي وحطت الكيس هذا تحت المخدة وظلت لها خمس دقائق عشر دقائق وقامت نزلت قالت أنا رايحة بدكم شي أبو فوزي قالها لا والله سلامت اشأل أعطيش العافية على هالمناقيش وعلى الأكل الطيب هاذي انفوزي اللي عرفها وقامت شالت حالها وطلعت من المحل واتصلت على أبو علي قالت له يا أبو علي الأمور تمام أبو علي اتصل على شخص وهذا الشخص اتصل على مركز الشرطة مركز الأمن وبلغهم انه في بضاعة كذا كذا في المحل الفلاني وهذا الشخص يتاجر وهذا الشخص من رقم مجهول وفعلا يرجعون رجال الأمن على العنوان المحدد يداهمون المحل أبو فوزي لما شاف الرجال الأمن جايين ودورية وكذا واسلاح خير يعم يشوفي قالوا ولكن ما اطلعوا مباشرة على الغرفة فوق انكتوها نكت وهم قاعدين ينكتون هالأغراض ويلقون كيس فتحوا هذا الكيس ولا في حشيش ومخدرات وقصص ويمسكون المسكين أبو فوزي ويأخذونه معاهم ظل الولادة صغير بالمحل وهالجيران تتفرج شنو عنده أبو فوزي شنو مسوي ليش كل رجال هالأمن جايين حاولوا يستفسرون حاولوا كذا ما حصلوا نتيجة جيران ومستغربين الرجال أبو فوزي محترم وما عنده أي مشاكل مع حدا ما عنده ليش يجاو وخذوه يعني وفتشهوا المحل أبو علي بعد ما صارت الحادثة هذه طبعا على تواصل في أشخاص مراقبين المحل خبروا أبو فوزي قالوا لها ترى الرجال إن شاء خلص انتهى الموضوع ومبسطي الآن يا أبو فوزي قد قوم أبو فوزي بعد نص ساعة تلف وترجع لوين على المحل جات ولا أبنها فوزي قاعد يبتشي وهجيران واقفين أصحاب هالمحلات واقفين عند باب هالمحل خير شوفي قالوا له والله أجت الشرطة أخذت جوزك ما بعرف كأنها مكافحة مخدرات كأنه جوزك قاعد يشتغل بهالشغلات هذه هالسهيان الله لا يوفقه الله لا يصف عمره يخرب بيته وعم يطعمينه مال حرام وتقوم تسكر المحل هي وفوزي وتشير حالها وتروح على البيت لما خذوا أبو فوزي على التحقيق قالهم واجهوا بالمخدرات هاي والحشيش قالهم يا عمي أنا مع أنا سمعتي مثل المسك وأنا الرجال يعني شبير وما أشتغل الشغل هذا ولا بحياتي ولا عرفه ولا شفته المحققين حسوا أنه الرجال هذا صادق يعني ما هو شغل حشيش ومخدرات وتجارة وقصص رجال يشتغل مصلح أدوات كهربائية ومتعيش قاموا راحوا على البيت فتشوا البيت البيت ما في شي قاموا يسألون أبو فوزي مين جاك مين راح لعندك مين طلع مين فات مين طلع لعندك فوق على الغرفة يا عمي قالهم والله الغرفة فوق ما حد يطلع عليها قال لي اليوم قبل كم ساعة جت أم فوزي وجابت لي فطور وطلعت فوق ضلت لها عشر دقائق ونزلت ما حد يفوت عليها الغرفة من شهور وسنين ما حد يطلع عليها فوق إلا أنا أطلع رايح لي شوي قاموا وهينا مباشرة نشكوا بأم فوزي استدعوا أم فوزي وجابوها التحقيق قري واعترفي يا أم فوزي بعد الضغط والتحقيق انهارت أم فوزي واعترفت بعملتها السودة وقرت على أبو علي المشعوذ راح وجابه أبو علي وأبو علي جاب المخدرات هاي والحشيش واحد يجر واحد إلى أن ألقوا القفض على أربع خمس أشخاص ومن ضمنهم أم فوزي وتم إحالتهم إلى المحاكمة وتم إخلاء سبيل أبو فوزي المسكين الرجال اللي انصدم وتفاجأ وقال ولا ممكن أنه يعني ولا احتمال صفر بالمية أني أتوقع أم فوزي تساوي هالعمل معقولة بدها تسويني شلب وبدها تسويني حمار وبدها تسويني لو آخر شي تحط لي مواد مخدرة بالمحل مشان تتخلص مني كانت صدمة كبيرة الأبو فوزي المسكين المهم تم إخلاء سبيله وهذولاك تم تقديمهم للمحاكمة وما عندي معلومات عن الحكم اللي صدر بحقهم يعني مثل هذه امرأة قاعدة ومبسوطة ومتهنية هي وجوزها وأبنائها شنو الله غضب عليها تسمع كلامة جارة وتقعد تروح تشتغل بشعوذة وسحر وشذب ووقعت ضحية وفريسة لهذا الرجل اللي هو الساحر أبو علي ونزعت سمعتها ونزعت حياتها وأكيد يعني في حال خروجها من السجن أبو فوزي ما عاد يستقبلها ولا عاد أكيد راح يطلقها وشوفوا شلون دمرت حالها يعني ف سبحان الله ولله في خلقه شؤون كانت هذه نهاية قصة اليوم لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتنسلكم كل القصص بوقته ولا تنسون تدعمونا بلايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة